بين النادي الاهلي ونادي امب المصلم الماضي كانت انتهيت ايضا بيفوز النادي الاهلي بدافين مقابل لشيء يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن حلمي طولان المدير الفن النادي امب كابتن حلمي برحب حضرتك على شاشة قناة النادي الاهلي وخالص تحياتي للستوديو التحليلي كابتن ايمان شوقي كابتن علامة يهوب كابتن محمد يوسف الكابتن عادل مصطفى والكابتن هاني العجيزي ببركبيرة النهاردة من النجوم والعزاز على نفسنا وبقول لهم كل ساون طيبين ومنورين الشاشة ومنورين قناة النادي الاهلي كابتن حلمي مش اقول جيم دفاعي لا هول مباراة نظميا فريق امب النهاردة في ظل الغيابات في ظل التأثر ليه غياب بعض اللعبين ولكن النهاردة جيم منظم من النحاء الدفاعية ولكن النادي الاهلي يبقى دائما النادي الاهلي فرق كبير وفايل بنفس على البطول شوف ووضع طبيعي على فكرة المستوى حتى كل الفرق اللي لعبت برضو لم تصل لمستوى جيد بعد لان التوقف فترة طويلة ده بيأثر بشكل كبير جدا بالسلب على المستوى الفني وعلى المستوى البدني وعلى كل الاصعيدة يعني فيعني ما كانش ينفع ان انا ألعب غير كده خصوصا عندي غيابات مؤسرة زي محمد شريف مثلا مؤسر جدا قعود مؤسر جدا شكري لا مجموعة كبيرة جدا بس عرفة النهاردة مشتك حوالي أربعة لعيبة من قطاع الناشئين لأول مرة فيعني ده شيء أنا متوقع وكمدير فني بعد الغياب الطويل ده عن المباريات وفترة إعداد برضو ما كانتش هي يعني غير كافية يعني معقولة لكن غير كافية فبالتالي يعني أنا يعني مش قلقان على فرقتي أول ماتش بتلعبه قدام فرقة كبيرة بحجم النادل الأهلي فشيء جيد جدا أنا أوصل لديها حاجة وستين ولسه ما جاش فيها جول أو ديها سبعين وما جاش فيها جول ده دي حاجة كويسة لجوال أخطاء فردية بشكل كبير جدا جدا وزي ما شفنا ريال مادريد أخطاءه عاملة ازاي في الماتش اللي فات فيعني العملية دي وردة يعني لكن جود لك للنادل الأهلي ومبروك للنادل الأهلي وأنا بحي لعبتي على الجهد اللي عمله قدام فريق كبير زي فريق النادل الأهلي كابتن الحلم عايزة اخطب مع حضرتك جرأة فنية تحسب لكابتن الحلم طولان إن أنا بلعب قدام النادل الأهلي ودفع بهذا الكم من اللاعبين النشئين ده أمر يحسب لكابتن الحلم طولان طبعا إحنا عندنا قطاع نشئين قطاع جيد جدا وبتصرف عليه كويس أوي وبطلع لعبها جيدة جدا وبالتالي ضروري للولاد دول ياخدوا فرصة وفي وجودي ضروري ياخدوا فرصة وخصوصا إحنا عندنا الجرأة نحنا ندفع بيهم في مباراة كبيرة زي مباراة النادل الأهلي لكن هم يستحقوا أنهم ياخدوا الفرصة ديات وبالتالي ضروري ياخدوها هنا نحن نشكر حضرتك والتوفي في المباراة قادمة شاتلة شكر جدا ألف شكرا